نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة حيث تراجعت أسعار الذهب عالميا بعد ارتفاعها ادادت تعوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية بيانات أشارت لارتفاع كبير في التضخم لتسجل أوقية المعادن الأصفر نحو 1984 دولار أما على الصعيد المحلي فقد سجل عيار 18 نحو 759 جنيه عيار 21 886 جنيه عيار 24 سجل 1012 جنيه في حين وصل الجنيه الذهب إلى نحو 7088 جنيه نتحول إلى أسواق النفط العالمية والتي ارتفعت أسعار لكنها سجلت أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نوفمبر الماضي مع تقييم المتعاملين للتوقعات المستقبلية لإمدادات التي عرقلتها العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا فنجد أن العقود الآجلة لخام برينت قد ارتفعت بالنسبة 3 و 1 من 10% لتسجل 1112 دولارا و 67 سنة للبرميل الخام الأمريكي أيضا الوسيط ارتفع بنسبة 13 من 100% ليسجل 109 دولارات و 33 سنة للبرميل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة